بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يندفع به وولد صالح يدعو له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام نقدم أولا أسمى التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الشيء خليفة بن زايد حفظه الله ورعا رئيس هذه الدولة المباركة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي أحد أبو ظبي حفظه الله ورعا وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راسد المكتوب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس هذه الدولة حفظه الله ورعا وإلى صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي الدكتور حاكم الشارقة وذو المجلس الأعلى حفظه الله ورعا وإلى صاحب أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء الهود وجميع سكانها شعبا وإقامة الله يحفظ هذه الدولة المباركة من كل مكروه وسوء إلى يوم القيامة ولا ننسى أول من سن استضافة العلماء إلى هذه الدولة في سهل رمضان المبارك لنسل دعوة الإسلام وللنسل العلوم الدينية السيخ المرحوم فقيد الأمة السيخ زايد بن سلطان تغمضه الله بمغفرته ورغوانه وجمع الله بيننا وبينه وبين أنباتنا في الجنة أيها المؤمنون نحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه في سهر عظيم مبارك قد جعله الله سبحانه وتعالى سيد السهور من بين سائر الأسخر في العام جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيراً كثيراً وفيه ليلة خير من ألف سهر تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ويتق الله سبحانه وتعالى كثيراً من عباده ممن يستحق النار عن النار بفضله وكرمه إكراماً لهذا السهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن يدل ويهدي إلى جميع الخيرات وهو متلمن بجميع العلوم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وقد قال جل وعلا تبياناً لكل شيء فالقرآن إذا تمسكنا به نفوز فوزاً عظيماً في الدنيا وفي الآخرة وكذلك وقد أرسل إلينا حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتعليم الكتاب ولتزكية أنفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا وأرسدنا ونصحنا وجاهد في أمور ديننا حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا لا أطيل الكلام في اللغة العربية لأنكم تستمعون كثيراً من خطباء المساجد والأئمة كثيراً من النصائف والمحاضرات والموعلة والخطبات باللغة العربية حس الشيط الإمام في هذا اليوم في خطبة الجمعة للتصدق وللوقف إن شاء الله أنا أترجم خلال محاضرتنا في اللغة المليبارية خطبته وأبين لكم إن شاء الله أقدم حديثاً واحداً لإخواننا من غير المليبارية للتعلق بيننا وبينهم بأنوار العلوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوماً قدام الصحابة رضي الله عنهم من يأخذ عني هذه الكلمات فسيدنا أبو هرير رضي الله تعالى أنه موجود خلال الصحابة وهو في كل وقت يتهيأ للتعلم بالعلم ترك الصفقات وترك الزراعة وكل شيء وهو يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصصة الذين يسكنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصل العلم فقال أبو هرير رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فأداب سيدنا أبو هرير رضي الله عنه يقول أنا يا رسول الله فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا الأمر الأول اتق المحارم تكون أعبد الناس كلنا كما بيّن الخطيب السيطة الإمام خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وقد أنعم علينا بنعم عظيمة لسئمة وإن تعدوا نعمة الله لا تصوها إن الله لغفور رحيم فحق علينا أن نعمد الله سبحانه وتعالى وحده لأنه لا سريك له في أي شيء وهو الواحد الفرد الصمد وهو المنطي وهو المانع وهو النافع وهو اللار بيّده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيّده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وقد خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده فالعبادة بكثير من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها من الصلاة والزكاة والحد والصور والصدقات والاعتكاف وتلابة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من العبادات التي أمرنا وصرعنا الله سبحانه وتعالى به الصوب من هذه العبادات سر بيننا وبين ربنا لأنّ إذا تفكرنا في الصوم نجد أن الصوم لا يصور مثلاً إذا صلينا المصبر يصبر صلاتنا وإذا ألقينا المحاضرة المصبر يصبر محاضرتنا وإذا نحن نعطي الزكاة والصدقات يقدر أن يصبر ولكن لا يوجد صورة الصوم الصوم سر بين العبد وبين الرب فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به لا يظهر الصوم ولا يظهر الصوم أمر بين العبد والرب فلذلك يقول أصوم لي وأنا أجزي به كثير من العبادات أمرنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقول لكن أنا أقول وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العبادة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى كثيرا لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس لماذا تكون أعبد الناس لأي شيء بأي شيء تكون أعبد الناس أنت تكون أعبد الناس إذا اتقيت المحارم ينبغي علينا أن نعظم سعائر الله سبحانه وتعالى وينبغي علينا أن نحترم الحرمات ونجتنب عن جميع المحرمات من أي جهة كان وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى العين ينبغي علينا أن نحفظه عن المحرمات قل للمؤمنين يغلضوا من أبصارهم ويحفظوا فرودهم فذلك أذكرهم إن الله خبير بما يصنعون ويجب علينا أن نحفظ سماعنا عن الاستماع من المحرمات وينبغي علينا أن نحفظ أيدينا عن المحرمات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان زناهم النظر والأذنان زناهم الاستماع واليد زناها البطس جميع الأعضاء نحن نحفظه عن المحرمات وأيضاً نحن نبتعد عن الحسد والكبر واللئاء والحرص والسهوات هذا من أعمال قلوبنا وأيضاً نحن نجتنب جميع المحرمات ونتق المحارم نكون أعبداً الناس اتق المحارم تكون أعبداً الناس وثانياً عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وَاللَّ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى الْنَاسِ الغِنَى حَقِيقَةً إخوتنا غنى النفس كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنططه ومقاله وكذا الغني هو الغني بنفسه ليس الغني بماله وجماله فالغنى حقيقة هو غنى النفس نحن نجد كثيراً من أهل الثروة ومن أهل الخير ولا يقنعون بما أطاهم الله سبحانه وتعالى بل يكون قلبه في كل وقت في التردد والمشاكل بالعمل الدنيا بي ولكن إذا قنعنا بما رزقنا الله سبحانه وتعالى ورضينا بما قصب الله سبحانه وتعالى في معايسنا نكون أغنى الناس وقنعه بترك المستحى والفاخر من مطعم وملابس ومنازل من يطلباً ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير ارطلا لحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما رزقنا فالقناعة هو أمر مهم فيه خير كثير وأيضاً نحن نتمسك بالاقتصاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقات نصف المعيشة والتبدد للناس نصف العقل وحسن السؤال وحسن السؤال نصف العلم وقد قال الله سبحانه وتعالى إن المبدلين كانوا إخوان السياطين لأن نتلب عن التبدير ونتمسك بالاقتصاد هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ومن حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثالثاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكون مؤمناً فالجيران حق علينا أن نحسن إليهم في جميع الأمور أمور الدين والدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن إلى جارك تكون مؤمناً وقد ورده حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن داره بباعطه ورابعاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلماً تفكروا أيها الإخوة الكرام من الهنود نحن نعيس في الهن من بين الكفر الذين يعبدون الأحجار والأسجار والأقارب والحياة وكثيراً من الخلائق الله يهديهم إلى سواء طريق ونحمد الله سبحانه وتعالى ونذكره في هدايتنا وبهداية أصلافنا ولكن لها سبب عظيم قد سعى خلفه من سلف العرب لأن بعض أهل العرب من أهد الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى بلادنا للنسل الدعوة الإسلامية للنسل التوحيد وهم تحملوا كثيراً من المسقة وهم ركبوا السفينة الشغيرة التي تجري بالرياح لا بالمكينة وهم جاءوا إلى أصلافنا وتخلقوا بالأخلاق الحسنة وما جاءوا بالتطرف ولا بالتشدد ولا بالتعصب وهم جاءوا إلينا بالأخلاق الحسنة وهم لما تخلقوا بالأخلاق الحسنة قد مالت قلوب أصلافنا إليهم وإلى ما عطوا به إليهم من هذه السريعة البيضاء فدخل أصلافنا في دين الإسلام وقد تبعنا وقد تبعناهم في الهداية فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم أحبوا للناس ما يحبون لأنفسهم من الهداية والتزكية فلذلك جاءوا إلينا وتحملوا كثيرا من المساقات ونسوا الدعبة الإسلامية في بلادنا واهتدينا واهتدى أصلافنا بأعمالهم الساقة يجب علينا أن نحب لجميع الناس عمم النبي صلى الله عليه وسلم قوله أحب للناس وما قال أحب للمسلمين فقط ولا أحب لأسرتك فقط لا أحب للناس ما تحب لنفسك الهداية والتزكية والجميع النعمة لأن نحب لجميع الناس ونساء لنشر الدعبة الإسلامية ولا يجوز لنا أن نكون من المتطرفين ولا من المتشددين وقد قال الله سبحانه وتعالى كذلك دعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أمرنا بطاعة أولي الأمر من علماء الدين ومن حكام المسلمين ولا يجوز لنا أن نشدد ولا أن نتطرف وينبغي علينا أن يكون سبيلنا وسطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تأسروا بسروا ولا تنفروا بالأخلاق الحسنة قد نسر الدعبة الإسلامية أصلافنا من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين والصالحين رضي الله عنهم جميعا أحب للناس ما تحب لنفسه وخامسا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الظهك فإن كثرة الظهك تميت القلب لأن إذا فرحنا أسد الفرح وضحكنا كثيرا هذا يميت قلوبنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يجب علينا أن نكون خاسعين لله جل وعلا باكين على ذنوبنا وخطايانا ونادمين ومستغفرين بالأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم عد سبعة يضلهم الله بظله يوم لا ظه ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذا السهر العظيم ينبغي علينا في السحور وفي الأوقات المجابة أن يسيل دموعنا من خدنا من أعيننا على خدنا خسية لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة ويجعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من الآمنين في الدنيا وفي الآخرة ويحفظ هذه الدولة وحكامها وأصحابها من كل مكروه وسوء إلى يوم القيامة وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَنَا عَتَّذِرُوا إِخْوَانَنَا الْعَرَبُ وَأَنَا عَنْتَقِلُوا إِلَىٰ لُغْتِنَا الْمَلَيْبَارِيَّةِ لِكَيْ يَفْحَمَ أَهْلُ بِلَادِنَا مَا نُلْقِي إِلَيْهِمْ مِنَا الْمُحَاضَرَةِ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَا وَسُقْرًا وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ فرِيهِ پَتَاء سَحْوَدَرْنَا رَيْ سُحْرَتُ بَلَيْهِ اَرْحَمُ الرَّاحِمِنَا يَا رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَحَتَّىٰ يَا عَنُقْرَحَمْ نَلْغِي نَامْ پَرِسُدَّ رَمَدَانِلِ اللَّهُ اِنَّ فَوَنَمَا يَا پَلِّيِّل پَلِّيل تَعْمَسِكَ لِنَا كَرُدِي اِتِقَافِنَا كَرُدِي اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْإِمْنِ إِمَّانَوَا صحیح المخاریل وَنَّامَتْ حَدِيثِ اِذِ پرَوَرْتَنَگَلُمْ نِيَّتَّنِ سَرِجَانُ اِذِرُ مَنِشْيُنُمْ عَبَنَوَنْدَكُ اُدَّيَسَ مَنَسَرِجَانُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَنَسْفِيْقَرَنَوُمْ سَاثُ دَيُّمْ پرَوَرْتِبَلُمْ نَلْقُنَّدُ اللَّهُ نَمْ مَنَ نِيَّتَّقَلَ اللَّهُ سَرْوَ وَشْغِيْتِّلُمْ نَنَّاکِ تَرُ مَارَاقَتْ كِبِرْ عُجْبِ رِيَاءُ حَسَدُ عَمَلِ حِرُسُ بدعت دُرْنِيَ أَلَّا رُوْقَنْگَلِ اللِّلُّ نَمْ مَنَ قَلْبِنِيَ الله سبحانه وتعالى سُتِي گرِكُم ماراً سُحرطُ قَلَي نام اللّام اللّهُ وِنْدَي سَعْدُ قَلَا يَعَدِمَ قَلَا أَعَدِمَ قَلَا يَعَدِمُ قَلَا يَعَدَمُ قُلْ أَحَنْ قَلِكَانُ عَمِ دَمَعَيْ آخْلَادِ قَالُ بَقَئِي إِلَّا وَدَمَسْتَنَا يَا رَبِّ إِلَّا چِنُمْ كَعِيُمُ لَوَنَانُ وَأَسْتَوَةِ الْأَوَن مَاتْرَمِ كَعِيُمُ لَوَنْ كُلُّ اللّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا نَقْدِرُ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكِ لِأَنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا نَقْدِرُ اسرف الخلق صلى الله عليه وسلم وَلَ دُعَاجَي نَسَمِيَةِ مَرَنُّ اللّهُ وَيَدِنَّا قُدِرَتُكُلُّ على شhair أنهم لا تفهموك كل من عند الله ولو أنهم لا تفهموك فيما لكم من نعمت فمن الله لكم أحبكم لا تفهموك والله من تفهموك وأما نصر إلا من عند الله لما تفهموك مننا يرجى الشخص انجينئر مار مוכينة يو دوكتور مار مוכينة يو ملککகள مוכينة يو أمبیعاکகள مוכينة يو آر مוכينة يند لبิ کنن لبِ چت ونڈنگیلوم هذا اللام الله فينگل نيند تنجي قُدُكُنَّنَّ وَنُنَّهِ وَلُّو تَدَيْنَّ وَنُنَّهِ وَلُّو أَوَنَنَنُ أَلَّاح آآ الله فيلے منسس رئيريش وَنَدُ اللَّهُ وَنِنِي عِبَادَتْتِ جَيَبْبَدَآنْ وَنَنْدِ سَتِّكَبْبَدْتَ نَا اللَّهُ وَنِنِي آرَآثَنَ نُرْوَحِكَانْ وَنَنْدِ پَدَكَبْبَدْتَ نَام نَمْ مَسَتِّكُبْقَيُمْ نَمُكْ آوَشَّ مُلَّ دَلَّا آوَشَّتِّ نَنِسَرِيشَّ نَلْقُكَيْنْ جَيْدَ رَاجَابَانُ اللَّهُ سُورَتُ الْفَاتِحَ يَلُ دِوَسَمْ نَانْ نَادَابَرَتْتُ وِيَجْجِ پْرَسَنْجِ جَتُّونَ عَدِلْ اللَّهُ وِنْنِي عَنُقْرَحَنْكَلَ سَمَّجْجِ تَنَّي وَنِّلَدِكَمْ دِوَسَمْ نَانْ مِشَدَمَآٰي سَمْسَارِيشَّ تِرِيَتْتَ مَنَسْكَلْ رَبِّلِيَكِيَنْدَ صورتِ عَسِينَ سَمْسَارِيشَّ تِرِيَتْمَنْ وِيَسَدَمَآٰي سَمْسَارِكَانْ اللَّهُ نَمُكْ جَيْدَ نِعْمَتْتُ الْأَنُقْرَحَنْجَ الْعَنِّيَا لُدُنْغَاتَ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ مَتْتُرُ سِبْتِّجَيُنْدَ سَبْتِّجَيَنْدَ اَنْتُمُ الْفُقَرَاؤُ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ نِنْغَلَ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ اَنْدِنُمْ اَتْتْرَيُمْ اَتْتَمَتْتُمْ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ الْأَنُقْرَحَنْجَلَ الْمَةُ يَنْقِرَحَنْجَلَ نَمْ قال أن الله لا يمكنك إليه أن الله لا يمكنك إليه أنه لا يمكنك إليه فهي نحن نعلم نعم أولاً يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين لذلك يمكن أن يكون مالياً فقط لا يمكنك إليه لا يمكنك إليه الله وبرج إليه أنه لا يمكنك إليه من نطفة он يجب أن نطفة ب犯ادة إنه أولاً في عنها رائدة قابل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر